اشتركوا في القناة المولد النبوي لأنه هذا الشهر لتولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كمسلمين لا نحتفل بالمولد النبوي ولا بميلاده ولا بعيد الأم ولا بعيد الأب طب ليش؟ خلينا نشوف مع بعض عن أنس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية يعني يحتفلوا ويرقصوا ويغنوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر يعني كل ما سوى هذين العيدين يعتبر في الإسلام بدا طيب دليل على عيد رمضان احتفالنا بعيد رمضان عندنا آية في سورة البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس يبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العصر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فربنا أعطانا عيد كبير كم يوم ناكل فيه ونشرب فيه ونزور أهلنا ونحتفل فيه على كيفنا وإذا نبغى نحتفل بالدفوف فربنا أعطانا عيد مرة جميل لأننا أنهينا فريضة خلصنا شهر رمضان فربنا أدانا هدية نشكر فيها ونكبر فيها ونعيد فيها على كيفنا العيد الثاني قال تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام من معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وكلوا منها وأطعموا البائس والفقير نفس الشيء عيد الحج ربنا أعطانا هو بسبب أداء فريضة نشكر ونحمد عليها تخيلوا يا بنات حتى يوم عيد الحج ويوم عيد الفطرة اليوم الأول في العيدين حرام الصوم فيه لأنه ربنا أعطانا يا نعيد فيه ونفرح فيه وننبسط وربنا خلانا ناكل فيه كل الطيبات نحتفل فيه على كيفنا كمان يوم الجمعة كل أسبوع برضو عيد للمسلمين طيب عيد الأم وعيد الأب ليش ما نحتفل فيه؟ أبتدعوا الغرب هذا العيد مرة في السنة يبقوا يشكروا أمهاتهم وأبهاتهم يوم واحد في السنة فقط هم رامينهم ولا يعتنوا فيهم ولا يدروا عنهم يا إما ساكنين لحالم أو رامين أم في دار عجزة وسوء معاملة غير طبيعية فيقوموا أيش يعني عشان يسكتوا نفسهم يوم في السنة خلوا يوم اسموا عيد الأب ويوم سموا عيد الأم يجيبوا الأم أو أبوهم كيكة وهدية وزينة وخلاص يرجع كل واحد عيش حياته ويرجع الأم والأب والمساكين العجائز اللي محتاجين رعاية في وحدتهم وفي ألمهم وحزنهم أما نحن كمسلمين فقد أمرنا الله أن نحترم والدينا وأن نعتني بهم عند كبر السن اقترنا حق الوالدين بحق الله عز وجل ورد ذلك في الكثير من الآيات القرآنية التي تأمر المسلم بالتوحيد ويتبعها ببر الوالدين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا في نفس الآية ورى بعض وقال رب صحانك في آية أخرى وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا هذا يوريك تعظيم بر الوالدين وانت صغيرة تبريهم ولما يكبروا العناية بهم خاصة في سن الشيخوخة لأنهم ما يقدر يخدموا نفسهم هيحتاجوا ذاك الوقت من يخدمهم ويؤنس وحدتهم طيب أنا ليش ما أحتفل بيوم مولدي تونا قلنا يا بنات إنه عن أنس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يوما يلعبون فيهما يعني يحتفلوا قال لم ايش هدي اليوما قالوا لكنا نلعب فيهما في الجاهلية يعني يحتفلوا يغنوا يرقصوا فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبذلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحاء ويوم الفطر طيب كمان هذه الاحتفلات مع كون بدعة منكرة فهي تشبه باليهود والنصار أنهم يحتفلوا بالموالد وقد قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا من سنتهم وطريقتهم لاتتبعن سنة من كان قبلكم حذو القد بالقد حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن طب خلينا نشوف هذه الآية في صورة الأحقاف مع بعضنا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شفعا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين خلينا نفسفص الآية شوي قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي هذا الإنسان اللي ربنا هدا لرشده لما صار عمره أربعين وعرف حق الله علي إنه ربنا يبغى يبر والدي بعدين نرجع لربي أوزعني أن أشكر نعمتك يعني أنت يا ربي أنعمت علي في تعريفك إياي توحيدك وهدايتك لي بالإقرار بذلك والعمل بطاعتك إذن يا ربي خليني أعمل صالحا من الأعمال التي ترضاه وذلك العمل بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم يعني هذا اللي هو حددعي هذا صار عمره أربعين سنة إيش دعا قال يا ربي خليني أشكر نعمتك ومن ضمن الشكر إني أعمل صالح يعني الأعمال الصالح التي ترضاه طب إذن أنا في هذا اليوم ممكن أقعد أسأل نفسي بدك هذا يوم ميلادك تشوفي إيش اللي فيه أقعد يحاس في نفسي أنا إيش سويت في حياتي لين اليوم أنا كيفني مع بر أمي أبوي كيفني مع معاملة أخواني كيفني مع معاملة أخواني المسلمين اللي بر البيت كيفني في صلاتي هل أنا بحافظ عليه في وقتها كيفني في رضائي بما قسمه الله لي في ناس ربنا رزقهم فلوس في ناس ما عندهم هل أنا راضي باللي ربي الدانية في ناس ربنا رزقهم جمال في ناس ربنا رزقهم جمال في الروح وجمال في الأخلاق هل أنا راضي باللي ربي قسمه لي لين دحين لين اليوم أنا دحين عمري عشرة عمري أربع طاعش عمري خمسة عشر قداش حفظ من القرآن الكريم إيش أعرف عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إيش العمل الخير اللي بقوم فيه كل يوم إيش الشيء الطيب اللي بدي أكسب فيه أجر طب أنا إيش خطتي إلى اليوم عشان ربي يغفر لي وأدخل الجنة طيب هذا بالنسبة لعيد الأم وعيد الأب والاحتفال بميلاد الشخص نفسه طيب بالنسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم بدل ما أنا أحتفل بعيد مولد النبي مدام أنا قد كده أحبه صلى الله عليه وسلم ليش ما أتبع سنته أحب الرسول إذن لازم أطيع فيما أمر وأنتهي عما زجر قال الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقد أمر الله تعالى نبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول لا سديج يقولوا إحنا نحب الله نحب الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم أمة على التمسك بهديه وسنته فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد بأسنانكم يعني أمسكوا فيها بقوة اللي يحب رسول الله سلم ما يحتفل بالعيد النبي ويحقه بمولد النبي وخلاص يتذكروا يوم واحد في السنة وبس ممكن أحكي أخواني نجتمع مع بعض نحكي بعض الرسول الله سلم يا جماعة إيش تعرف عن سيرة الرسول الله سلم يا جماعة وندور على سنته ونتبعها اللي يحب الرسول الله سلم يتبع سنته ويطيعه كمان إيش؟ كمان أعرف حياته كيف كانت أعرف قديش الرسول الله سلم تعب علشان يوصل لنا ديننا ولد النبي الأمة وخاتم الرسول محمد عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين من شهر ربيع الأول من عام الفيل تتذكروا قصة الفيل؟ لما أبره جاء مع الفيل وكان يبغي يهد الكعبة هذه السنة اللي تولد فيها الرسول الله سلم وقد رأت أمه حين ولادته كأن نورا يخرج منها تضيء له قصور الشام وقد نشأ النبي صلى الله عليه وسلم في قوم يتيما دون أب فقد توفي والده عبد الله وهو بعد في بطن أمه فضل مع أمه اللي دورت له مراضع هذه كان عادة العرب زمان يدوروا حريم من الإعراب عشان يرضعوهم ويتربوا أول ثلاثة أربع سنة حياتهم في مكان في البر صحي ونظيف ويتعلموا من الإعراب اللغة العربية في البداية أرضعته مولاة أبي لهب اسمها ثويبة بعدين حليمة السعدية تحكينا قصتها كيف هي أنتبهت للنبي صلى الله عليه وسلم خرجت إلى مكة وقيد قبلها المرضعات خرجوا من ديك القبيلة ومن قبائل العرب وراحوا مكة وهم المرضعات كانوا يحبوا وياخذ الأولاد اللي آباءهم عندهم فلوس عشان يدوهم يجري طيبة وكلما أقبلت مرضع إلى محمد صلى الله سلم فوجدته يتيما تركته زهدت فيه لما وصلت حليمة مع زوجة أولادة إلى مكة واشتكوا من التعب والجوع ما معاهم شيء سدر مقاهم حتى الماشية اللي كانت معاهم نشف الحليب اللي فيه لا تدر اللي بعد لما شافته وما شافت أحد راضي ياخده أخذته من أم آمنة وانطلقوا إلى ديارهم وكانت حليمة تعاني من عدم وجود اللبن عندها لترضع وليدها سبحان الله ما هو إلا وقت قصير حتى امتلأ ضروع الماشية باللبن كما تروي ستة حليمة وجر اللبن عندها هي أيضا فرضع منه محمد صلى الله عليه وسلم حتى شبع وأرضعت منه ابنها كذلك فما باتوا ليلتها إلا شباعا مطمئنين ببركة وجود النبي صلى الله عليه وسلم معه ثم أخذته حليمة السعدية لديار بني سعد كمرضع له وبقي عنده أربع سنوات حصلت له في تلك الديار حادثة شق الصدر حين أتاه جبريل عليه السلام فشق عن صدره أخرج قلبه فشقه نصفين ثم أخرج منه قطعة سوداء كله بقدرة الله سبحانه وتعالى وهي حفظ الشيطان منه ثم غسل القلب بماء زمزم ثم لأم قلبه أعاده إلى مكانه ثم أعادته مرضعته إلى أهل إنه خافت لمن شافت لمن حكاها القصة خافت فراحت رجعته مكة عند أمه قاعد صيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عند أمه ألين ما الله كتب عليها الوفاة أخذته هي معاها عشان تشوف أخوانها اللي هم أخوان الرسول صلى الله عليه وسلم من بني النجار في المدينة المنورة ماتت هناك لمن أتوفت ستة نآمنة أم الرسول صلى الله عليه وسلم جدوا عبد المطلب كفلوا قال خلاص أنا هعتني فيه لكن سبحان الله كمان جده أتوف وكان أيامها عمر النبي صلى الله عليه وسلم تمانية سنوات جاء عمه أبو طالب قال أنا رح أكفر وأخده وخلاه يترب في بيته مع أولاده لمن النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ فقر عمه قرر أن يساعده في تحمل نفقات البيت فصار يرعى غنم قريش بعد كده صار يشتغل مع عمه في التجارة إلى الشام وفي إحدى رحلاتهم التجارية إلى الشام أحد الرهبان كان يتعبد في صومعة لقى علامات تدل على وجود نبي في تلك القافلة فرح جري إلى القوم قال لم ترى معاكم هذا الشخص اسمه محمد وإنه حيصير نبي في آخر الزمان وهو المبعوث رحمة للعالمين وقل لهم إيش رأى من حاله من ذلك سجود الشجر والحجر له وتضليل الغمامة له أثناء مسيره وكمان الراهب طلب أن يشوف ظهر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فوجد فيه خاتم النبوة يعني زي كده وحمد هي خاتم النبوة طبعا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مليئة بالإحداث المتعبة قديش تعب وقديش قريش عذبه وقديش حاول إنشر لنا هذا الدين وفعلا وعلمنا الأشياء اللي ربنا يبغانا نتعلمها فالمفروض اللي أنا أسويه دحين مدام أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم أتعلم صيرته وأدعيله وصيغة الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم بنص القرآن الكريم قال الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سورة الأحزان اللهم صلي عليه وسلم والصلاة عليه والسلام معناها الثناء عليه بالصفات الحميدة أمام الملائكة لمن أقول أنا اللهم صلي على سيدنا محمد يعني أنا بطلب من ربنا يثني على الرسول صلى الله عليه وسلم بالصفات الحميدة أمام الملائكة لمن أقول اللهم سلم على رسول الله فهذا دعاء للرسول بالسلامة يعني لا خلوت من الخيرات والبركات وسلمت من المكاره والأفات وأفضل ما ورد في ذلك ما رواه الشيخان البخاية ومسلم في الصحيحين من حديث كعب أنه قال للصحابة ألا أهديكم هدية؟ قالوا بلى قال خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد طيب إيش فائدة أني أقعد أقول اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد فوائد مرة كتير أولا أن ترفع درجات المصلي في الجنة اللي يدعي للرسول والسلام يقول اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد تترفع درجاتك في الجنة وتكفر ذنوبك وسيئاتك فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات يعني ربنا ذكره في الملأ الأعلى عشر مرات وحطت عنه عشر خطيئات يعني ربنا يشيل منك عشر ذنوب ورفعت له عشر درجات وزادك عشر درجات هذه واحدة مرة لما تصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم تاني شيء أن سبب لكفاية حموم العبد وإن عظمت يعني عندك هم ومر مضايقة وزعلانة وعندك مشاكل قولي اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد ربنا حيكفيك همك فعن أبي بن كعب رضي الله عنه تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي فقال ما شئت قال قلت الربع قال ما شئت فإن زد فهو خير لك قال قلت النصف قال ما شئت فإن زد فهو خير لك قال قلت فالثلثين قال ما شئت فإن زد فهو خير لك قلت أجعل لك صلاتي كلها قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك إذن أنا لما أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ربنا حيرفع عني همومي ومشاكلي ثالث شيء أداء لبعض حقوقه الكثير على أمتي الرسول عليه وسلم تعب وتعذب كثير طول حياته علشان يوصل لنا هذا الدين العظيم يوصل لنا الرسالة اللي ربنا أمروا أن يوصلها لنا أعظم خير وصلنا اللي هو دين الإسلام وصلنا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أبسط حقوقه كثرة الصلاة والثناء عليه أنها سبب لنيل شفاعته فمن صلى عليه عشرا إذا أصبح وعشرا إذا أمسى فاز بشفاعته يا بنات هذه الصلاة على النبي عشر مرات في الصبح وعشر مرات في المساء هذه في أذكار المساء حتلاقيه حاولي تتعودي إنك تقولي كل يوم أذكار الصباح وأذكار المساء وفي الحديث الحسن من صلى على محمد وقال اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعة وإحنا نحتاج أن الرسول سلم يتشفع لنا يوم القيامة أولى الناس به أولى الناس بالرسول سلم وأقربهم منه يوم القيامة أكثرهم الصلاة عليه إذن أكثر من الصلاة على الرسول سلم عشان تفوز بهذه المنزلة فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طيب فزورت اليوم متة ولد الرسول صلى الله عليه وسلم يوم إيش وعام إيش إذا رجعت في فيديو راح تلاقه الحل أكتبوا لي في التعليقات أو في الجروب حق الواتساب أو في الجروب حق التيلجرام وصلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر